السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال هنشوف مع بعض في الفيديو ده لو النعناع عندنا نمو مش كويس والاوراق بتاعته مش طالعة بشكل صحي ونمو مزبوط هنقدر هنعمل في ايه وازاي هنعمل له عملية احلال وتجديد علشان يدينا نمو افضل واوراق احسن وسقان تكون قوية بشكل افضل هنا لو هلاحظ زي ما شايفين انعناع العدان بتاعته طويلة جدا والورق بس شوية ورق خضر فوق والعدان تقريبا تعتبر نشفة زي ما انتم شايفين معايا كده فالشكل العام بتاعه مش كويس خالص وما بيددناش اوراق بصورة كويسة والاوراق حتى اللي بيطلعها مش كافية خالص لحجم النمو بتاعه ولمفروض يدينا اوراق افضل من كده بكتير اول حاجة هنحتاجها ان احنا نقص كل كل النعناع اللي موجود في القصيص عندنا بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده كل العدان الطويلة للنشفة بس اللي هي فيها شوية نمو خضري فوق وكم ورق خضر بس فوق والباقي عدان بنية نشفة هنقص كل العدان دي وهنشيلها خالص هنسيب بس العدان المنبتة الصغيرة اللي لسه طالع من تحت دي والجزور اللي موجودة في التربة زي ما احنا شايفين كده بالزبط كل اجزاء النشفة حتى اللي ظهرها من الجدور النشفة في القصيص هنشالها لان فيه بعض الجدور بدأت تظهر على وش الطربة في القصيص فاحنا هنشيل كل الاجزاء النشفة دي يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفنا ويا ريت تعمل شير للفيديو تمام هنسيب العود ده لانها اخضر شوية عن الباقي فهنسيبه بالطريقة دي هنقص بس كان فيه فرع فيه ناشف الصناع وهنقيمه بالطريقة دي في القصيص بحيث انه بعد كده هيبدأ يطلع الجزور ويطلع عيدان تانية وهينبت ويشتغل فهيغطي معنا المساحة الفاضية اللي في نص القصيص دي هيغطيها كمان وهيبدأ ينبت فيها نعناع تاني من العود ده بعد كده هنجيب تربة وهنبدأ نزود تربة القصيص شوية لان زي ما قلتلكم كان بدأ فيه جزور تبان وتبقى معرضة للهواء فكان لازم نزود تربة عشان نغطي الجزور اللي تكشف الدية واللي بقت معرضة للهواء والشمس وده غلط فالمفروض ان هي تبقى متغطية تماما عشان تبدأ تدينا افرق جديدة وتدينا نموات جديدة من النعناع الجدور دي كل ما تغطيها هتدينا نعناع جديد هتدينا نبتات جديدة من النعناع تمام هنغطيها بتربة التربة المتاحة برضو عندك لو عندك تربة صنوعية بيتموس كومبوست اي تربة موجودة عندك ماشي مفيش حاجة من دي خالص من عنوعة التربة الصناعية ممكن تربة زراعية عادي من اي ارض موجودة دي مفيش فيها مشكلة اي تربة موجودة عندك هتضيف منها بعد كده هنجيب السماد اللي عاملينه مع بعض في فيديو قبل كده اللي هو الخميرة والعسل والسبرين والسلسيك أسد هنجيب السماد زي اللي احنا عاملينه مع بعض الفيديو قبل كده بالطريقة والشرح لو حابب تشوفه هسيب لك الرابط بتاعه في نهاية الفيديو ده ويريد تشوفه عشان تعرف طريقة عمل المحلول المغزة ده بالطريقة الصحيحة تمام هنبدأ بعد كده هحطنا في بخاخ وهنرش على الاصيس بالكامل وهنركز ان احنا نكون وغطينا كل الاجزاء اللي موجودة اللي باقية من النعناع اللي موجود معنا ان هي تكونت غطت بالكامل بالمحلول ده تمام بعد ما هنرشها كويس من السماد وهنروه به الاصيس شوية من نفس المحلول وهنروه به الاصيس وهنسيبه بعد كده ايد فترة هنا رجعنا له بعد انا رجعت بعد خمسة ايام فللأسف لقيت كان العصفير اكلت كل النعناع اللي كان ظاهر وبس لقيته بالوضع ده فصورته على كده ده بعد خمسة ايام وبعد العصفير ما اكلت اللي كان ظاهر من النعناع فبدأ ينبت تاني النباتات الصغيرة اللي ظاهرة في الاصيس دي طبعا بعد كده اطريت ان انا غطيه وده ما كانش كويس بس عشان اتفادى قصة العصفير فا اطريت ان انا غطي الاصيس وقت من بعد الفجر لحد الظهر تقريبا او بعد الظهر فما كانش بيصله لو شمس الطريعة كافية هنا بعد اربع ايام تانيين او خمس ايام بالزبط من بعد ما اكلته العصفير يعني بعد عشر ايام من بداية التجربة هنا لو هتلاحظوا الحتة دي ما كان الاجزاء اللي العصفير كانت اطعاها قبل كده فكده بعد عشر ايام من بداية عمل عملية الاحلال والتجديد اللي عملناها كان النمو بالحجم ده كده بعد العصفير معاكلته تقريبا حوالي مرتين خلال الخمس ايام الاولانيين فبقى الحجم بالشكل ده كده ولو نلاحظ ان هو الاعدام بتاعته رفعاع شوية ده لان هو مش واخد ضوء بشكل كافي والشمس ما بتوصلوش بشكل كافي وده عشان مشكلة العصفير وانا ما كنتش موجود باستمرار فما كنتش قادر اسيطر على القصة دي غير ان انا اغطيه بس قبل ما امشي وبرجع له الظهر او بعد الظهر كمان اوقات وارجع اكشفه للشمس فكانش بيلحق ياخد شمس كفاية هنا بعد يومين كمان من التصوير اللي عادة وكان شكله بحجم النمو اتمنى يكون الفيديو فاتكوا بشيء ويا ريت ما تنسناش بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ويا ريت تسويلنا رأيكو في كومنت شكرا